اشتركوا في القناة كل هذا هاي حكيت لكم يا اللي بتحبو تعملوه عملوه اللي بتحبوش تعملوه ما تعملوهوش اللي بيخاف انه يتكهرى بيكبس على اي كبسة وخلصنا طيب خلينا على اساس انه نختصر عشان ما نطول احنا المقدمة طبعا اليوم احنا رح نخربط الحلقة مش زي المعتاد فعشان هيك في البداية رح نحكي الابراج والتوقعات اليومية ونخلي الرغي والكلام الكثير والتوقعات ان كانت سياسية او الاشي اللي احنا رح نحكي عنه اللي هي العشريات والاجابة على الاسئلة رح نخليها ما بعد التوقعات عشان اللي بيجوا بدهم يسمعوا بس برجهم او الابراج يسمعوها بسرعة والباقي لاللي بيحبوا يكملوا الحلقة للنهاية ويستفيدوا من كل المعلومات اليوم توقعاتنا ليوم السبت تسعتاش حزيران القمر موجود في منزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي وبرضو القمر رح يمكت فيها لغاية الساعة سبعة وخمس دقائق من الصباح من ساعات الصباح صباح السبت لا ينتقل بعدها لمنزلة الزباني وهي للفساد والقطع والمشاكل طبعا بالنسبة للقمر بما انه موجود في الميزان فحكينا انه تأثيراته بيأثر على جميع الابراج في هاي الفترة بيأثر عليها عاطفيا لانها هاي افضل فترة عاطفيا لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجينا لها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومن ميل الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اضافة او اقامة حفلة ما او اعادة تزيين البيت او المكتب واقتنا حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية عنا ثلاث زوايا فلكية اليوم اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة سبعة وخمسة عشر دقيقة صباحا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبرضو بتعزز لدينا الحس بالمسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين عطارد وهي راح تكون في تمام ساعة وحدة واثنين وعشرين دقيقة بعد الظهر بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام الساعة التسعة وسبع دقائق مساء اكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفي لانه ممكن يتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب طبعا القمر بما انه موجود في الميزان فخلو المسار القادم راح يكون يوم الاحد عشرين ستة بيبدأ في تمام الساعة عشر وواحد وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة احداش وسبعة وخمسين دقيقة ظهرا لا ينتقل بعديها لبرج العقرب اما بالنسبة لعمر القمر فالقمر الان في مراحل انحسار المحدب عمره تسع ايام في تمام الساعة عشر واربعة وخمسين دقيقة صباحا بيصبح عشر ايام طبعا نسبة الاضاءة بتصير اليوم اثنين وستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيدة بنسبة خمستاش في المية القمر في الميزان حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية عطارد في الجوزاء بتراجع حتى يوم 22 ستة منتحس بنسبة خمستاش في المية الزهرة في السرطان حتى يوم 27 ستة سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية اما بالنسبة للمريخ في الاسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة خمستاش في المية المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لنبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع لغاية 16 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا وضع القمر الآن لأنه مقابلك تماما فهذا ما بيشير على تفاهم أو على هدوء أو على هد هو بيصلح لعمليات الشراكة يعني علاقتك مع زوجتك التفاهم معها مصالحة معها التقارب منها مع الأزواج أو شركاء المال ولكن بتتعقد الأمور لأن الطاقة بتكون ضعيفة وبتطرأ بعض البلبلة أهم إش أنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر من القطيعة ومن الدعاوة القانونية لأنه خصمك بالفترة هاي بكون قوي والعرقيل ممكن أنها تستفزك برج الثور بيتراكم العمل لديكم لكن ممكن تجد تعاون من الزملاء خلال هذا اليوم أهم إش أنكم تمارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقدكم ممكن تتزامن الواجبات وتصعب في بعض الأوقات وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم إش أنك تراقب صحتك بشكل جيد تحاذر المشاكل الصحية إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أو تستشير طبيبك برج الجوزاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هذا اليوم وهذا يوم مناسب لأنه رح تفيدك في الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات اللي كان فيها مشاكل لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كثير من الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة في الفترة الماضية هاي الفترة إيجابية فلازم تتحرك لاستغلالها برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم هذا اليوم عندكم انشغالات عائلية بشكل كبير أو بيتية أو مناسبات بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة هذا اليوم ولكن بدك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أهم شيء أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك أهم شيء أنك ما تفرض رأيك هاي فترة مناسبة للسفر ولا الاستثمار ولكن ما تتسرع باتخاذ القرارات برج الأسد بتنشطوا في أمور لها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وبوسعكم اليوم اجتياز امتحان برضو عندكم قدرة اليوم لتعززوا علاقتكم ما بينكم وبين أخ أو جار وبرضو بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الإختصاصك أو طبيعة عملك أو طبيعة حياتك بتكون لك لقاءات عديد اليوم باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء اليوم بيحملك فرصة ممتازة جدا بتيجي لمكاسب مالية بتكون على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن يحصل على هدية أو على جائزة أهم إشي إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب ولا تبالغ بمصارفك حاول أنك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة وممكن تهتم اليوم لأمور مالية أو أمور استشفائية برج الميزان بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم وثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد اليوم تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوى نسبة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك لدرجة عالية جدا وممكن تنقلب بعض المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بتتراجع صحتكم لليوم الثاني وبينتابكم شعور بالتعب أو بالملل حاولوا أنك تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل طبعا السبب وجود القمر في بيت المتاعب يوم والأمور بتتحسن أهم إش إنك اليوم لا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحب حاول إنك تحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة أهم إش إنك تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجد حليف بيدعم تصوراتك أهم إش إنك ما تستسلم وحاول إنك تكرر المحاولات أكثر من مرة ممكن تحصل على شيء هذا يوم جيد لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب بإدخال تغيير على طبيعة عمله وبرضه بينتبه لكم اليوم المسؤولون وبيقدروا جهودكم وبتتسلط عليك الأضواء وممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إشي إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق ونوع من أنواع التوتر عشان هيك ما تغامر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتحاور مع أجانب أو أمور فلسفية ودينية وامتحانات هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن اليوم تبدأ عمل أو دراسة جديدة وممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك أهم شي إنك ما تخشى شيء حاول إنك تثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة ومن المحتمل أن يكون فيها سفر للبعض منكم برج الحوت طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب بيجي مصدر شراكة أو تعويض أهم إشي إنكم ما تهملوا صحتكم الأجواء بتصبح أحسن وأكثر إيجابية وأكثر تجاوبا معكم وبتلاقي أعمالك صدى طيب الفترة هاي أهم إشي إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار وبرضو لا تهمل صحتك بدنا نحكي عن العشريات العشريات رح نحكي كل يوم عن ثلاث أبراج نشرح شو يعني عشريات بالنسبة لهم أمتى بتبدأ عشريتهم من أمتى لأمتى عشان يكون في معلومات وتأثيرات الكواكب الأساسية إيش اللي بتكون عليهم فعشان هيك هاي معلومات للي بيحبوا علم الفلك أو بدهم يتعلموا تحليل الشخصيات أو يعرفوا هم إيش الطاقات اللي بتأثر عليهم من هاي الكواكب والكواكب هاي رح تكون مأثرة عليهم حتى لما تنتقل لبيوت ثانية أو لأبراج ثانية برضو إلها تأثير بكون قوي عليهم لأنه هي الكواكب الأساسية اللي بتتحكم في عشرياتهم طيب خلينا نبدأ أول إشي اليوم رح نحكي عن الحمل رح نحكي عن الثور رح نحكي عن الجوزاء رغم أننا حكيناه بالأمس ولكن رح نعيده اليوم عشان إنه ما نظن يعني ما نتجوز أو أشخاص ممكن ما حضروش حلقة الأمس يسمعوها اليوم بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا برج الحمل بيبدأ هو من يوم واحد وعشرين ثلاث لغاية يعني بنقدر نحكي لعشرين أربعة العشرية الأولى أو الفترة الأولى بتبدأ يوم واحد وعشرين ثلاث بتستمر لغاية واحد وثلاثين ثلاث هدولة الموليد بتأثر وتأثير مزدوج من كوكب المريخ عشان هيك هدولة بيكونوا عدمين الصبر متسرعين في اتخاذ قراراتهم مستقلين وقياديين طيب الآن موليد العشرية الثانية هدولة اللي هم موليد من واحد أربعة لغاية عشر أربعة وهدولة الموليد بتأثروا من الشمس بالإضافة للمريخ يعني الشمس والمريخ هم الكوكبين اللي بتحكموا فيهم عشان هيك هدولة بيكونوا طموحين بيكون عندهم نزاهة عندهم رغبة في إدخال تغييرات وإصلاحات في مجاري حياتهم أما بالنسبة للعشرية الثالثة اللي هي من 11 أربعة ولغاية عشرين أربعة هدولة بالمشتري والمريخ الكوكبين الأساسيات اللي بيتحكموا فيهم عشان هيك هدولة بيكونوا ذو طبيعة نبيلة قلوب كبيرة بيتذوقوا طعم النجاح في حياتهم برج الثور برج الثور هم تقريباً من نقدر نحكي إنه من 21 أربعة لغاية 25 عشان هيك موليد 21 أربعة لثلاثين أربعة هدولة موليد العشرية الأولى هدولة بتأثروا تأثير مزدوج من كوكب الزهرة هو كوكبهم الأساسي هدولة كوكب الحب والجمال فبيمنحهم الثبات في العاطفة ذو طبيعة مستقرة كمان هدولة بيكون عندهم المحبة والإحسان تجاه الصديق والقريب يعني عطوفين شوي بالنسبة لموليد العشرية الثانية هم موليد من 1 خمسة لغاية 10 خمسة هدولة الموليد بيتأثروا من كوكب عطارد بالإضافة إلى كوكب الزهرة عشان هيك هدولة بيتميزوا بقوة التفكير واليقظة والثبات وسرعة البديهة أما بالنسبة لموليد العشرية الثالثة اللي هم اللي بيجوا من 11 خمسة لغاية 20 خمسة هدولة بيتأثروا من زحل وبيتأثروا من الزهرة زحل هو المعلم الصارم الزهرة اللي بتعطيهم للجمال فهدولة بيمتازوا بالصبر والمواضبة والاقتصاد والاستثمار والحذر بيكونوا حذرين جدا بتحركاتهم أغلبهم بيعتمدوش على الحظ بشكل كبير يعني ببذلوا جهد لحدية ما يحصلوا الأشياء اللي بدهم إياها في أثناء حياتهم أما بالنسبة لموليد برج الجوزاء فزي ما حكينا من 21 خمسة لغاية 21 ستة فهدولة طبعا موليد العشرية الأولى اللي هي من 21 خمسة لواحد وثلاثين خمسة بيتأثروا تأثير مزدوج من كوكب عطارد رمز المعرفة وهو اللي بيتحكم بقدراتنا أو القدرات الفكرية وقوة التعبير أما بالنسبة لموليد من 1 ستة لغاية 10 ستة فهدولة بيتأثروا من كوكب الزهرة بالإضافة لعطارد فهم بيجمعوا بين الفكر وبين العاطفة وعادي هدولة بيتمتعوا بالجراءة الكبيرة ومندفعين وحركين جدا يعني عندهم نشاط عالي جدا أما بالنسبة لموليد العشرية الثالثة اللي هم من 11 ستة لغاية 21 ستة هدولة بيتأثروا من كوكب زحل وأورانوس بالإضافة لعطارد في فلكيين يقولوا لا زحل لحاله أو أورانوس لحاله أنا بحكي زحل وأورانوس بالإضافة لعطارد فهدولة عندهم يعني اللي بيميزهم أنهم عندهم دماغ نشط جدا لا حد العبقرية وبرضو في نفس اللحظة متقلبين في مزاجهم بشكل كبير ومعروف عنهم أنه أي شيء ممكن أنه يأثر على نفسيتهم طيب في العنوان أنا حكتبت أنه في بعض الأخبار السياسية اللي أنا رح أحكي عنها فهاي رح أحكي عنها بعد من جاوب على بعض الأسئلة المهمة ففي آخر الإجابة على الأسئلة رح أحكي عن إيش المتوقع السياسي اللي أنا يعني تقريبا حاسس فيه أو خايف منه في الفترة القادمة فعشان هيك أحب أني أنا أحيتكو فيه وبرضو أعلمكو كيف إحنا نعرف أو بعض الأمور السياسية كيف إحنا بنحللها طبعا بالنسبة للأسئلة في سؤال الله يشفيك ويعفيك طيب بتمنى تجاوبني ابني موليد ثمانية خمسة سنة الألفين الساعة خمسة عصرا طيب لا مكتوب البلد عشان أنا أعمل الخارطة الفلكية ولا إشيء ولكن هو بيعاني من سوء الحظ وأعلم أن الحظ هو الله عز وجل فهل من شيء يحسن الأمر طيب أنا أبدأ أحكي لك شغلة هي من شغلة سوء حظ أو الإشهاد من موليد برج الثور وموليد برج الثور إجمالا هذول ما بيسكر باب عندهم إلا ربنا بيفتح لهم باب يعني تقريبا نقدر نحيي هذول محظوظين لأنه كوكبهم الزهرة فكوكب الزهرة لما بيكون سعيد هم بيحصلوا على حدود ولكن الفترة الماضية كوكب الزهرة كان بشكل زوايا صعب شوي بمكانه وترافق مع تراجع عطارد فعشان هيك أثر عليهم بشكل سلبي الفترة القادمة رح تكون مميزة بالنسبة لهم ولكن بعد خروج الزهرة من برج الأسد يعني دخولها لبرج الأسد رح يكون ضعيف لأنه هي بتضعف بتكون أقل حظا في برج الأسد فعشان هيك بس تنتقل من برج الأسد للعذراء اللي هي في فترة شهر ثمانية بيصير الأجواء أحسن وأقوى حضوظا بالنسبة لهم وبتنفتح لهم أبواب أنت ما كنت تتخيليها ولكن الآن الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها شوية ركود ضغط على الأمور المالية وبتتعركس عندهم بعض الأمور مش كل شيء بنعد فيه بتنفذ فعشان هيك بتحسي أنه هي أسوأ فترة حظ موجودة إلوه فحاولي أنك تخفي عليه شوي الشغلة لا إلها علاقة بأشياء بتحسن الحظ ولا قلادة ولا طلسم ولا أي شيء أصبري وبتلاقي الأجواء كلها بتتغير ابنك من النوعية الحرك جدا صحيح أنه رقمه البداية ثمانية لارتباطه بزحل شوي بيخليه يعني يبعد عن الحظ ولكن جمالا هو بيجتهد وبيحصل أشياء جيدة في حياته ولكن أهم شيء أنه ما يحبط وتركيه على راحته شوي إن شاء الله بيحقق أشياء إيجابية وجيدة بالنسبة للسؤال الثاني طبعا دكتور اللي بتسألوا شيمة أنا متعودة أسمع الرقية الشرعية أو صورة البقرة أو أشغل قناة مكة قرآن قرآن وأسمع بس أحيانا بنام نوم متوسط وخفيف يعني تقريبا بردد الرقية آياتها و أنا نايم سؤال ليه وقت ما أصحى بحس جسمي و عظم بوجعني جدا آخر ظهري العمود الفقري طيب كامل وقدمي شمال ودماغي وصداع وأحس أني مجهدي رغم أنه ما فيش علي سحر ولا أعمال ولا طيب أمور هذا سؤال مهم جدا على فكرة وهذا شوي خلاني أدخل على شيء أول شيء أكبر خطأ طبعا في ناس السرحة تهاجمني هذا قرآن كريم يعني ممكن أنه ناس تقول لي إيش الجهل اللي أنت فيه أولا القرآن نوجد عشان إحنا نقرأه إذا إحنا ما بنعرف نقرأه نسمعه لكن إني أنا أنام وأشغله طب شغلته لمن طب أنا نايم لش هو شغل هذا واحد فهي قاعدة تشغيل القرآن الكريم هذه أصبحت عادة عند الناس ولكن هم لا يعلموا أنه يعني بديش أقول يؤثموا عليها عشان ما أحد يهاجمني بالكلام ولكنها عادة مش جيدة طيب اثنين يفضل أنك أنت اللي تقرأ القرآن أولا ويفضل أنه لما بدك تسمعي أي شيء من القرآن تسمعي وأنت صحي هذا جانب الجانب الثاني أنه لما بتشغل القرآن وأنت نايمة أنت ما بتعرفي شو الصورة اللي بيجي عليها القرآن لأنه أنت مش مرتبيتها فصور القرآن فيها آيات رحمة فيها آيات شفاء وفيها آيات وعيد وفيها آيات عذاب طب أنت نايمة لكن نفسك وروحك صاحيات فإنت إذا كان فيها عذاب ووعيد أنت أذتيهم انت عذبتيهم انت أتعبتيهم نفسياً أنت يعني ضغطي عليهم بشكل كبير لدرجة أنهم متأذوا فطبيعة الحال أنت رح تشعري ببعض الأعراض اللي أنت بتحكي عنها أنه أنت بتصحي تعباني أو ممكن كوابيس أو أحلام ودولي طيب ليش ما أنا مشغل القرآن ليش بأحلم هاي الأحلام وليش بتعب وليش بصير وهي لأنه أنت خلقتي نوع من أنواع الفوضى فعشان هيك أنا بنصح الجميع أنه يقرأ هو القرآن أو يستمع للقرآن وهو يقض مش هو نايم هذا واحد فعشان هيك هذه أول نقطة اثنين لما تقولي أنت مشكلة بالعمود الفقري كامل معناته هنا باجي أنا كطبيب لأن مش كفلكي لأنه أولا أنا ما شفتش الخرطة الفلكية تاعتك ولكن كطبيب إما أنه عندك وزن زيادة أو عندك نفس الفراش في تقوص فهذا الشيء بتعبك لأنه أنت بتنامي مثلا على جنب واحد أو على وضعية واحدة فهذا الإشي بأثر عليكي وبعمل نوع من أنواع الخدر فبدك تنتبهي صحيا لهاي المقاط مش تنتبهي لأنه القرآن هو عمل هذا الشيء فهذا الأمر نقطة اثنين الستات تحديدا لما بتكون طول اليوم عندها شغل وعندها إجهاد وعندها عمل بيت أو عمل خارجي وأطفال وطبخه ومسح وكنس وأشغاء زي هيك تيجي في نهاية النهارة تحط حالها على الفراش بيطل عندها نوع من أنواع التوتر والقلق فبتظلها شادة على جسمها حتى وهي نايمة وممكن بتحس حالها بتندب أو بتوقع وهي نايمة ممكن تحس أنه وضعية إيديها أنها مكتفة أو مربطة هذا الشيء بتعب الأعصاب وبتعب العضلات في نفس اللحظة أنا بنصحك أنه تشوفي الطبيب أخصائي للعمود الفقري عشان هو يعملك صورة يشوف إذا في عندك شد عضل يعطيك أدوية مرخية للعضلات على أساس أنه أنت ما تتفاقم مع هاي الشغلة وما تكبر عندك طيب سؤال من علي علي الطاقة الإيجابية اللي عم تحكي لنا فيها أول مقطع إيش حلو الله يبارك فيك يا رب أستاذ سعيد بس عندي سؤال بخصوص زواج مثلا بين شخصين يعني اثنين بيتزوجوا مثلا هل ممكن يأثروا على بعض بخارطتهم الفلكية أو ممكن مثلا موقع كوكب بخريطة الأنثى يعني يخلي مرض يصيب الزوج مثلا بس تتزوج ممكن يكون صح ما بعرف حبيت أسأله السؤال طيب أنا بدي أجاوب على هذا السؤال أول إشي في مقولة أو ناس بترددها هاي تتزوج وجهها خير عليه وجهها شر عليه وجهها نحس عليه من لما تزوجها انخرب بيته من لما تزوجهم فتحت الدنيا في وجهه ورزق ومش عارف إيش طبعا رب العالمين قال في كتابه يرزقكم وإياهم يرزقكم وإياهم الآن ممكن هذه الأنثى انت تزوجتها هي طبيعة الحال خرطتها الفلكية فيها نوع من أنواع السلبية أو في نوع من أنواع تأثيرات مثلا من كواكب ضغطت عليها قللت من حضوضها في هذه الحياة فأنت لما جبتها فالآية بدقول يرزقكم وإياهم هي ما قلها رزق أو رزقها قليل في الدنيا فبدو يصير حمل على الزوج يعني بدو يتعب عشان يحصل رزقه وجزء من رزقها وسط المعلومة يعني مش إنها بتنحسوا لا هي بتصير متعبة شوي هذا واحد وفي من النساء مثلا بتكون خرطتها قوية جدا ممحظوظة ورزق وفيرة عندها وإلى ما لنهاية فبصير الأمر نفس الشيء إنه هنا بتنفتح أبواب الرزق إله وبتسهل أمور الرزق لإله عشان يحصل رزقتها هي أو رزقة أطفاله وعياله وأولاده فبصير سهلة عليه فبصير الأمر إنه كأنها هي وجه خير عليه وبرضو العكس صحيح يعني الرجل ممكن يكون منتحس أساسا في خارطه الفلكية ولما يزوجوا أنثى الأنثى هاي تكون مثلا خارطتها إنها قوية جدا ووجهها وجه خير أو إلها رزق في هذه الحياة تعبه وقلة رزقه أو نحسه اللي مرافقه في حياته يأثر عليها هي ولكن إحنا لأنه مجتمعنا ذكوري منحمل الذنب دائما للأنثى وما منحمل الذنب للذكر فهي ممكن تيجي من الأنثى وممكن تيجي من الذكر أما إنه الخارطة الفلكية لأنه صار فيما بندمج الخارطين الفلكيات مع بعض هاي خارطة لحال وهاي خارطة لحال هو بيكون عنده قابلية للمرض عنده نقطة ضعف معينة فبمرض ممكن تصدف هاي أنه تزوجها أول يوم ثاني يوم مرض مش معنى أنها هي اللي مرضته أو خارطتها اللي مرضته في بعض الفلكيين بلعبوا بهذا الوتر ولكن هذا كلام غلط هي بيكون نفس خارطة الفلكية للذكر هذا أو للزوج هو عنده ضعف معين في الخارطة الفلكية فعشان هيك بيصير عليه أمراض أو تعب أو هذا هي مائلها علاقة في هذا الموضوع سؤال الله يعطيك العافية أستاذ ويديم عليك الصحة سؤال أنا أختي توأم وأنا مختلف كثير عنه أخي توأم وأنا مختلف كثير عنه من ناحية شخصية ليش هذا الاختلاف سؤال جميل جدا أولا في عنا إحنا في علم الفلك إنه كل أربع دقائق كل أربع دقائق تتغير الخارطة الفلكية فالشخصية لأنه ولد يعني ما بينه وبين الثاني أربع دقائق بيطلع مختلف ببعض الصفات أو بعض التأثيرات لبعض الكواكب هاي وحدة اتنين الاسم للشخص بعطيه نسبة عشرين في المية من اختلاف الشخصية يعني اسم محمد بيختلف عن محمود هذا إلو صفات هذا إلو صفات محمد شوي بكون يعني بحب المادة بحب يحسبها بالورقة والقلم عنيد عصبي شوي مراوغ بتقدرش تأخذ حق أو باطل معه محمود طيب كلمة بتوديه كلمة بتجيبه بيحاول أنه يرضي الجميع بيحاول أن يكون سلس مع الجميع اختلفت الصفات علما أنه محمد ومحمود فيها نفس الأحرف ولكن كطابع اختلف شوف أنت لما تسقطها على اثنين توأم بتلاقي الموضوع اختلف تماما يعني أعطيت صفات تختلف عن التوأم الآخر لإلوه بس هاي النقطة سؤال من أخت فاتن دكتور سعيد سؤال طرحته على حضرتك السنة اللي فاتت آسف جدا أو أنا هاي نقطة يا إخوان والله بتسألوا أسئلة ونفسي أجاوب على كل هاي الأسئلة ولكن الصعب أنه الوقت بحاصرنا ما منقدر إحنا نجاوب على كل شيء فعشان هيك بنطق الأسئلة اللي بيكون إلها معنى تفيد الكل مش سؤال يفيد شخص لحاله يعني لاحظوا كل الشيء أنا جاوبت عليه الكل بيستفيد منه ولكن لما أجي بدأ أجاوب على خرطة أو على طالع أو على هذا الباقي ما بيسمعوا يعني مش مجبرين أنهم يسمعوا هذا الكلام فبأجل إما أنه بيكون في عدد قليل من الأسئلة بحاول أني أجاوب عليها أو أني أنا أجاوب عليها على نفس القناة وعلى الجهتين أنا بتأخر فعشان هيك أعذروني على هاي النقطة طيب هاي هاي من السنة الماضية سألتني سؤال وانتقلت الشمس يوم عشرين مارس للحمل وقت انتقلت الشمس يوم عشرين مارس للحمل ما جاوبتني زعلت والله وما زلت أكرر سؤالي أنا موليد هذا نفس النمط اللي إحنا ذكرناه في الحلقة الماضية إنه موليد اللي بيجو بين البرجين عشرين آذار هل هو حوت ولا هو حمل ألف وتسعمائة وسبعين يوم الجمعة ساعة وحدة طبعا لا ذكرت لا صباحا ولا مساء فسعيد بده ينجم لحاله عشان يطلع ولا البلد اللي هين ولدت فيها عشان أنا أتوه بالزيادة بالجواب شفتوا ليش يعني اكتبوا السؤال كامل اكتبوا لي السؤال كامل مع صباحا مساءا اسم البلد اللي انولدت فيها عشان أنا يكون عندي قدرة على أني أنا أجاوب برضو بشكل أسرع لأنه المعلومات بتكون كاملة لو تكرمت تجاوبني في حلقة الغد وأنا إن شاء الله رح أجاوبك أول إشي أنت برج الحوت لأنه من برج الحوت من العشرية الثالثة تأخذ صفات بسيطة من الحمل ولكن البرج هو الحوت لأنه انتقال الشمس في سنة 1970 في شهر أذار كانت يوم 21 أذار الساعة وحدة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج فأنت صفاتك كان لسا مش منتقل فعشان هيك بتكوني أنت من برج الحوت ما بكون الشمس ما بتكون انتقلت لبرج الحمل ولكن بتأخذ بعض صفات برج الحمل طيب أخيرا خلينا نحكي شوي عن التوقع السياسي أو التوقعات السياسية المتوقعة بالفترة القادمة لأنه شايف أنه شوي فيه احتدام رح يصير بالرأي بالفترة القادمة بعض الدول رح يصير فيها بعض التهديدات احتمالية أن نكون في حرب سريعة مفاجئة بدون سابق انذار ممكن تكبر بشكل مفاجئة برضو ما هي بالمناطق ما بقدرش ما أنا في الأردن احنا سياسيا ما بقدرش نحكي في المسائل هاي فعشان هيك نتحاسب عليها ولكن هي تلميحات المناطق الحامية يعني مش بلد آمنة رح يصير فيها الحرب هي بلد فيها أساسا تهديدات معينة أو فيها اشتباك معين أو فيها عداوات داخلية رح يصير فيها يعني شيء حامي بالفترة القادمة يعني الفترة القادمة احنا منحكي عن مدة تتجاوز فترة الثلاث أسابيع وتراجع المشتري رح يأثر على هذا الموضوع برضو ولكن الآن الهم الأكبر هو من المريخ لما دخل الأسد بلش يقرع طبول الحرب وتهديدات هاي تظهر على الساحة المريخ بدخوله للأسد عمل الآن بلش يشكل زوايا تقابل أول إشي الزاوية الأولى التقابل هي مع زحل صحيح أنه هم مش على نفس الدرجة ولكن أنه بلش يعطي تأثيراته لأنه وصل للدرجة السابعة فبلش تأثير تقابل احنا منسميه منفصل مش منتصل لأنه المنتصل يعني يوم التقابل فبما أنه بلشت هاي زاوية تصير بين المريخ وبين زحل بتدل على أحداث بدون دراسة يعني هوجاء والمريخ في منزل قوي جدا ناري لإله فعشان هيك إله علاقة بالنيران فهاي ترفع من وطيرة أول إشي يعني بعض الأحداث السياسية اللي رح يكون فيها نوع من أنواع الخطر الآن المشكلة الثانية اللي صارت إنه برضو في دخوله شكل زاوية تقابل أخرى بينه وبين بلوتو هي زاوية منفصلة برضو لأنه هاي التهديدات بما أنه بلوتو الكوكب اللي بشيل عشان يبني وهو إله علاقة بالدمار فعشان هيك وهذا إله علاقة بالنار فالتهديدات هنا نعطيها احتمالية إنها زادت أكثر هي مبلشة من قبل الانتقال ولكن الآن بترتفع وطيرة هاي الخطر خصوصا مع تشكيله ما بينه وبين بلوتو ما بينه وبين زحل هذا جانب أورانوس بشكل زاوية تربيع ما بينه وبين زحل وأورانوس اللي بيجي بالمفاجآت وزحل له علاقة بأمور اللي هي بتيجي فيها صعوبة لأنه المعلم الصالم فبما أنه زاوية التربيع هاي ما زالت قائمة لأنها قبل أيام تشكلت ورح تظلها متشكلة في الفترة القادمة فمنعطي احتمالية لأشي مفاجئ يجي بدون سابق انذار بخلال الفترة الحالية والقادمة طيب خلال فترة الأيام القادمة برضو المريخ رح يتحرك درجات لو الدام يعني يوصل لطرف اللي يشكل زاوية تربيع ما بين المريخ وما بين أورانوس وهاي هي الأخطر خلال الفترة هاي اللي برضو من خلالها منعطي احتمالية لشيء مفاجئ عسكري ورح يلحقوا ضرار كبير فعشان هيك حبيت اني أشرح أنا كيف احنا الطريقة اللي منحلل فيها للاحداث السياسية بما انه هاي الزوايا رح تتشكل وأكثر من احتمالية لشيء قادم فحبيت اني أنا أطرحها كأني بفكر فيها بصوت عالي عشان انتوا تستفيدوا من هذا النقطة أسأل الله انه هذا اللي حكيته ما يصير ما يتحقق ما أطلع كذب بمعنى آخر ولا انه ترق دماء أو يصير تفجيرات أو فيها أي أذية لأنه العمر مش هيا ولكن هذا علم بظل انه لازم انه احنا نوخذ بعض رؤوس الأقلام للموضوع هذا والله أعلم احنا يعني هذا توقع ما بجزم فيه نهائيا ولكن نسأل الله انه تكون يعني مش موجودة أو ما تصير على أساس انه شوي الأرواح هذه يعني بكفي إنه سنوات طويلة وإحنا في نزف الدماء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا وأخبارنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة للمشاهка ترجمة نانسي قنقر